السلام عليكم أهلا بكم أحبة الصغار أنا تيتا أمل من حكايات تيتا Story time with تيتا القصة اليوم بعنوان أنا وهو القصة من تأليف ماريا دعدوش ومن رسومات وليد طاهر أنا وهو كان لطيفا مني أن أدعو سامرا ليلعب معي ولم يكن لطيفا من سامر أنه أجابني لا أريد أن ألعب أريد أن ألون كان لطيفا مني أن وافقت على أن نلون معا لم يكن لطيفا منه أنه قال أريد اللون الأزرق لي وحدي كان لطيفا مني أني وافقت وأعطيته القلم الأزرق شكرا لم يكن لطيفا منه أنه لم يعرني اللون الأزرق عندما أردت أن ألون السنفور الأزرق لا كان لطيفا منه أنه أعطاني القلم الأخضر بدلا من الأزرق لم يكن لطيفا مني أني سحبت رسمته من يده ومزقتها كان لطيفا منه أنه لم يمزق رسمتي لم يكن لطيفا منه أنه اشتكاني إلى ماما كان لطيفا من ماما أنها لم تعاقبني لم يكن لطيفا أنها صادرت من الألوان والوراق كان لطيفا من سامر أنه قال لي لا تحزني وأعطاني قطعة من لوح الشوكولات لم يكن لطيفا منه أنه ترك لنفسه القسم الأكبر من اللوح كان لطيفا مني أني قلت له شكرا لم يكن لطيفا مني أني أنهيت قطعتي بسرعة ثم اختطفت القطعة من يده كان لطيفا منه أنه لم يسترجع قطعته مني ولم يكن لطيفا منه أنه أطلق علي الماء من مسد سماء كان في جيبه كان لطيفا مني أني لم أرمي عليه غلاف الشوكولات بعد أن كورته بيدي لم يكن لطيفا مني أني صرخت عاليا في وجهه كفا كان لطيفا منه أنه بعد ذلك أعطاني منديلا كي أمسح وجه المبلل لم يكن لطيفا منه أن المنديل الذي اختاره كان ملطخا بالألوان كان لطيفا منه أنه أعاد بعد ذلك اللون الأزرق لي وكان لطيفا مني أني قلت له شكرا وكان لطيفا منه أنها أعادت لنا الألوان والأوراق وأكملنا رسوماتنا بهدوء شكرا النهاية توتا توتا خلصة الحدوتة كانت هذه القصة من منشورات دار الياسمين للنشر والتوزيع إذا أعجبتكم هذه القصة اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة شكرا